عن مخرج فليب عرق تنجي كان حديثنا عن القضايا المطروحة للساحة العالمية و منضمنا مثلا الهجرة يعني قضية تداول كثيرا في الأفلام الأوروبية مؤخرا لكن أيضا في الأفلام العربي و أنت علجتها في أحد أفلام كله الميراث نعم كيف علجتها و ما كانت النظرة التي حاولت تصلت عليها الضوء لا أعرف إنسان لأن العالم يحب مواضيعنا علجتها و إلا لأنه أنا عايش شي صعب و حابب إحكي عنه بطريقة و وثق عنه بطريقة صحيحة أو بشفافية لوعا ما هو هي الفيلم هو سيرة ذاتية خبرت كيف بال2006 بعدنا بال2006 تركت أنا و عائلتي و رحنا هجرنا على فرنسا أخذنا الباخرة الحربية الفرنسيوية لأنني مرت فرنسيوية و أنا فرنسيوي كمان فوق إني عربي تركنا على فرنسا و اشتلقت أنه من ستة من جهة أمي كمان أخذت باخرة حربية فرنسيوية وتركت تركية تتجي على لبنان من 80 سنة و من جهة بي ولا واحد خلقان و متوفي بزيت المحل كلنا تركنا بالقليل مرة من يا وضع حرب يا منطقة صعبة ما كان فيه صعوبة فيها أنه واحد يعيش فيها تركنا من حلب لشام من الشام لبيروت و من بيروت لفرنسا بقى إثبتك الاغتراب أو الهجرة هي صارت بالأدئان بهويتنا نحن كالبنانية وجرح الاغتراب و جرح المنفى هو شيء عايشينه من جوا بقى حبيت أحكي عن هذا شيء و خبره لولادي لأنه بتعرف الولاد بيعرف بلا واعي بيرجعوا بيعيدوا مسيرة جدودهم أو أهلهم يعني إذا صار جدك عنده جرح و ما خبرك عنه أنت بلا واعي بترجع بتلاقي حالك بذات الحالة النفسية كأنك عم بتعيش حياة جدك ولو هو ما خبرك بقى ضروري يكون في تعاطي بين الأهل و بين الجدود والولاد على شو عاشوا تواحد يعرف شو تاريخه تا يقدر يكمل وهذا شيء عصعيد الصقافة بس عصعيد الإنسان كمان إذا ما خبرت ماضيك ما فيك تتركب أو تبني المستقبل ماضيك هو أساس مستقبلك و إذا ما أنك عارف شو ماضيك ما فيك تتقدم لقدام بقى لأنه نحن صرنا فترة عم نترك و عم نهاجر و عن هذا حبيت أعمل هذا الفيلم لولادي و نجح كتير منيح وبعده لهلأ عم بيعلموه ب33 مدرسة و جامعة و بيعلموه ببوستن يونيفورسيتي كمان كفيلم إذا بدك عن الهجرة و عن مشكلة اللبنانيين المهجرين أو المغتربين عفوا بدك تعرف أنه فيه 17 مليون مغترب لبنانيين بالعالم و 4 ملايين بلبنان هيدول الأرامة نكيد منهم بس أنه هول الأرامة اللي عم بيحكوا عنه يعني غالبية خارج البل طب نرجع و نخرج من المواضيع اللي فيها حزن و قصص مزهوية إلا شوية فراحية أكثر عندك فيلم اسمه فيلم البوسطة الذي ذكرته في بداية حديثك اللي هو عبارة عن فيلم موسيقى يعني ماذا كانت فكرته هذا و مدى تقبل الجمهور له في الوطن العربي لك من بعد ما عشت الحرب أنا و بس بلشت أنا بلشت من زمان يعني عمل تقريبا 50 60 70 ما بعرف أفلام وثائقي و أربع أفلام روائي و مشتغل بفرنسا و مشتغل بلبنان أنيوي كان أول مرة بدي أعمل فيه مروائي حبيت أطلع من إطار الحرب لأنه لبنان كان حرب 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 و كان فيه عندنا شغف أنه نعيش نحب الحياة إذا بدك وهل عبثون تقصد أنه حرب 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 كانت المتجات السينمائية ذلك الوقت كلها تركز على الموضوع الحرب 100% مئة بالمئة كان ناخد تمويل من فرنسا أو من أوروبا و نعمل ذات الأفلام هلي هن الأفلام تساعدنا نطلع من الحرب بس نحكي عن الحرب و أنا حبيت أنه نعمل فيلم جماهيري نحكي للجمهور مثل ما هو بده يسمع مش مثل ما نحن عايشينا لسه و عملت فيلموسيقى عن شباب بيخترعوا دبكة جديدة تعرف شو الدبكة أكيد بيزيدوها شوية تكنو وموسيقى غربية و بيروحوا بيقرروا أنه يقدموها لمهرجان الدبكة الأصلية وهنيك الأدماء أو هاللي بيحافظوا على التراث بيتفشومون بيقولونهم لا أعوذ بالله هذا ما بيندق التراث ما بيندق بقى بيقرروا ياخدوا البس بوسطة المدرسة بيلونوها بيزوزقوها مثل ما بنقول عنها يعني بيحطوها ألوان وبيروحوا على الضيعة تايروحوا يجربوا دبكتهم الجديدة وهنيك منه بيتقبل الدبكة الجديدة منه ما بيتقبل فيه حوار والفيلم ما بيروح مع الدبكة الجديدة أو ضد الدبكة أو ضد التراث هو اللي بيحركش بالتفكير منه بيروح مع اللي بيحبوا الدبكة الجديدة ومنه مع اللي ضد الدبكة لابالآخر بيروحوا بيرقصوا بقلب المهرجين لأنه قد ما صار فيه روجي من هالقصة بيروحوا بيرجعوا وهالقصة أنا بلاقي مهضومة ولأنه بس نزلت عشبكت تذكر نشحت بطريقة يعني ما بتتصور كان أفضل فيلم عشبكت تذكر من بعد 25 سنة 25 سنة 25 سنة من أفلام اللبنانية فوت 140 ألف مشاهد على صعيد المثال كانت تاني من بعد كان كين كونغ فوت 55 ألف مشاهد رقم قياسي غير شكل الفكرة أنا هلأ همفكر أنه ليه ما منلاقي طريقة أن سعود أكيد نشتغل مع سعوديين ما يشتغلوا هن الأخراج هن الكتيبة أنا ساعد لأنه نعمل هيدا الفيلم وبعرف منيح بالسينما نقدر نعطيها هيك نبدأ سعودية لأنه بتطلع مهضومة بحس الشعب هون عبيله ويحب الرأس بحب الموسيقى وفيه تغير يعني فيه فيه اندفاح له كثير صح زي ما شفنا في التقرير قبل شوي يعني ما شاء الله حتى المناطق الجبلية في السعودية كل جبل كل قبيلة عندهم عرض أدائي وعندهم فلكتور موسيقي وهذا ينطبق على كافة مناطق المملكة مي بي أستاذ فليب شكرا جزيلا شرفتنا في مساءة ثقافية اللي الشرف عن جد